بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمد حماد الساسين ستركوا في الماء الثماني أهلاً بكم في محاضرة كدير من سلسلة محاضرات الميت هاجين وبنكمل في الهجومت في specific diseases والقاعدة بتاعتنا اي حاجة بنشوفها في المجزر انت مورتن بست مورتن مستي بي تيكين ان كونسيدريشن مرضنا النهاردة ان شاء الله الديزيز اللي بتكلم عليه هو السيستي سيركاستينوكوليس السيستي سيركاستينوكوليس هي بيسموها كمان في بعض الاحيان يسموها البلادر ايه البلادر وور لان لما تشوف كده شكلها تلقى شكل البلادر ايه البلادر تمام؟ ويسموها ايضاً تينيا هايداتيجينا سيستي سيركوزيس تينيا هايداتيجينا سيستي سيركوزيس طبعاً تينيا هايداتيجينا اللي يتمثلها هذه الصورة وده السكوليكس بتاعها اللي بيتميز دايماً بالاربعة الفور ساكرز عند الكراون أو فوكس تمام؟ هذا الدزيز هو عبارة عن بتاع الدوج تاب وورم بيسموها التينيا هايداتيجينا وهذه الورم اللي هي من السيستودز ليست موجودة في الدوج فقط ممكن تبقى موجودة في الكات الدينجو وكمان الفوكس عادة ما بنلاقي هذه السيستيس بتبقى موجودة على اللي بر أو أثر أورجنز وكمان على الابدومنال كافيتي على المزينتري على الومنتم تمام؟ للعديد من الأنيمال زي الشيب والجوت والكاتل والبيك طيب السيستي سيركاستينيكوليس أبير أز بيسميه حويصالة كده مليناة باية؟ مليناة بمية زي ما انت شايف في الصلة مع đâyها مع ايه؟ مليئة بمية cuz هي دي الايه؟ هي دي بنسميها الايه؟ بنسميها... لا إما على الليفر بقى اولوسيلأتيشت بلونج ثنق اوه شايف؟ مثل؟ دي مثل chị متصلة بايه؟ كما ن кат believe بايه متصلة بالسيرفس بتاع اي ازر ارجن او بالابدومنال وال او بالاومنتم او او غيره تمام هذا الدزيز ما بيسيبش الانسان ما بيسيبش الانسان يبقى الانسان مش هيتصاب بهذا الايه بهذا الدزيز سواء كان باللحمة او من غير اللحمة تمام طيب كمان دايما يقولوا عليه فولس هيداتيز لبعض التشابه بينه وبين الهيداتيز ولكنه ليس له علاقة تماما بانه يسبب مرض الهيداتيز ولكن في بعض الكتب تقول عليه فولس هيداتيز طيب هذا الدزيز اللايف سايكل بتاعته بتبدأ ازاي برضو معنا الكلب ماشي معنا في القصة دي الكلب ده اللي بتوصل لغاية تلاتة متر طول اللي بتوصل لغاية تلاتة متر ايه طول بتبقى موجودة في الانتست بتاع ايه بتاع الكلب او اذر ايه او اذر اه اه كرنيفرس تمام هزي الدو ده بتبقى موجودة بالشكل ده تعمل ايه تعمل بتاعتها من الايه من الكودة البارت اوف زي ايه اوف زورد توم جاي من منزل منزلها ده ومنزلها هزي البروغليتيتز مع الايه مع الفيسز ده شكل البروغليتيتز بره معزول اهي في المعمل يعني طيب هزي البروغليتيتز بتبقى مالها بقى بتحتوي على الايه طيب تروح للانفيرومنت لما تروح للانفيرومنت اه من وتخرج بقى من البروغليتيتز دي تاخدها مين بقى تاخدها الانترميديات هوستز اللي هي قد يكون هذا الانترميديات هوست الشي بوجود مينلي قد يكون البيج قد يكون الكاتل حاجات تانية دي تمام ولكن ايه اساسا الشي بوجود او السمول ايه السمول رومينل تاكل هزي الانترميديات هوستز تدخل جوه تتحول الى الاونكوسفير الاونكوسفير تختارك السمول انتستن وتبدأ تروح عن طريق الهباتك ايه الهباتك فين الى الايه الى الليفر او الاثر اورجنز طيب لما بتوصل بقى الاثر للأورجنز وتختارك الانتستن وتوصل الى الاورجنز بدي تكون حاجة اسمها السيست سيركاستينكولس ميتا سستود اللي هي السيست اللي احنا عارفنا اللي هي قد تصل في بعض الاحيان اهيه المنزر ده كده قد تصل الى ايه الى ستين مليمتر لونج اهي بيبقى فيها الرأس بتاع الايه بتاع الادلت وورما اللي هي الاسكوليكس بتاع الادلت ايه الادلت وورما وهنعرف تفاصيل عنها دلوقتي ودي بتعتبر هزي السيست بتعتبر هي الانفكتف بالنسبة للديفينيتف حسط اللي هو مين هنا في الحالة دي الكلب الديفينيتف الراجل ده مش معانا خالص في القصة تمام ايه ان احنا قلنا ايه نانزو نوتك طيب بعد كده ياخدها الكلب بقى دوج انفكتف بلايه باي ايتنج الميتا سستود كونتينينج اباتوار وست عموما اي اباتوار وست بيحتوي على هزي السيست اي الحوم اي اورجنز اي كلام ده تحتوي على السيست لو خدها الكلب الدورة دي ايه الدورة تليف فوت كامل طيب تعال تعال ندخل شوية ديب كده مع اللارفينيه اللارفينيه هي اما بتخرج من الاوفا وتختارك الانتستن بتوصل عن طريق بتوصل عن طريق البورتال فين ماشي لـ various various tissues زي زي الميزينتري زي البروتينيام زي الايه زي الليفر طيب وهي ماشية كده في هزي الورجنز ممكن تعمل حاجة اسمه ايه وهي بتعمل ميجريشن في داخل الليفر على سبيل المثال بتسيب مكانها ايه بتسيب مكانها ايه بتسيب مكانها جري شوية طورتوس اهه طورتوس ايه طورتوس تراكس بتعمل قنوات لنفسها ايه ماشية زي ما انت شايف في الصورة كده كل دي اهي كل دي قنوات نتيجة الميجريشن وده بيبان اكتر في حالة الايه في حالة الهيفي انفيستيشن طيب اللي بتوصل منها للسطح تقوم عاملالي الايه السيست المعروفة اللي انت شايفها كده اللي هي ايه اللي هي كاملة دي واضحة اللي هي عبارة عن ايه مليانة بالفليوود وفالس كوليكس طيب دي اللي بتوصل اللي بتفشل اللي بتفشل في الوصول للسيرفس بتاع الورجن بتعمل ايه بيحصل لها دي جينيريشن زي كده في ايه ما في اللي هي دي جينيريتد ايه في الليmacو نفسو يحصل لها دي جينيريشن وممكن يحصل لها بعد كده ايه ك Leistاء اللي هي بتفشل في الوصول الايه ليه السيرفس بتاع الايه بتاع الورجن طيب اه في بعض الاحيان ايضا ما بتبشر انفكشن بسيطة بتبقى في 이거는لبه على عامل اليمشن من يzzoف ممكن تعمل LEVR دمج ممكن تعمل هيورجيز ممكن تعمل بريتونيتس وممكن تؤدى في بعض الاحيان البسيطة جداً والرير الى خلي بالك ان هذا الدزيز مالوش علاج او هذه السيستس لا مالهاش علاج في الشيف والجوت وبالتالي الكنترول عندي الكنترول عندي ان انا اعمل ايه اعمل بريكينج للايه بريكينج للايه للايف سايكل ان انا اكثر اللايف سايكل في مكان معين بمعنى بمعنى ان انا امنع الدج والسكافنجرز من انه هم ايتنج الانفكتد كاركاسز والميت والاورجنز لو منعت الكلب ان ياكل هذه الويستس بتاعت الابطواريب انا كده بكسر السايكل كمان مهم جدا اعرف ان الفريزنج او الكوكينج بتاع الميت والفيسرة ممكن ان هم هيقتلش السيست ولكن الحمد لله ان هي ايه ان هي ما بتسببش الهايدات الدزيز ولا بتسبب ايه وبالتالي الموضوع مش خطير قوي يعني تمام لان احنا قلنا الفريزنج والكوكينج مش شرط ان هي تقتل السيستس طبعا مهم جدا زي ما قلنا في المرض اللي فات قلنا برضو ان الدوميستيك دوج لابد ان هو ايه ريجولا تريتن فور تاب وورمز يبا دايما ان ما يكون انا عندي 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 دوج في البيت لازم اعالجوا من الامراض الايه التوفايلية اللي هي البرازيتك ديزيزيز عموما يعني طيب نجي بقى نبص كده في الانديتيل في السيست نفسيها بقى في السيست نفسيها وتركيبها وشكلها وكلاما فممكن تظهر لك بالشكل القدامة كده نيوميروس ليكويد فيلدا سيستس وكمان تلاقي ايه لو خدنا واحدة بس من هزي السيست ووضحناها تلاقي ايه ان كل سيست بتحتوي على يعني شايف النقطة اللي بيشير الليها السهم دي دي عبارة عن ايه تاب وورم هيد دي الهيد بتاع الادلت ايه الادلت تاب وورم بنسميها موجود في السيستيك ايه في السيستيك في اليوت طيب في الصورة الاولى اللي انت شايفها شايف الدايرتين اللي طلعوا تقول لك دول اللي ظهر دول دي عبارة عن دي بتمثل بتاع النقطة ديا بتمثل بتاع المستقبلية الادلت ايه تاب وورم بنشوفها في بعض لو جينا خدنا لو خدنا هذا بالتحديد وهزا النقطة بالتحديد اللي بيشير لها السهم ديا نلاقي عبارة عن ايه تلاقي عبارة عن اا تلاقي عبارة عن اا اربعة ساكرز زاير مانهم يا جزء منهم اادي الاربعة اادي واحدة وادي واحدة ودي جزء من واحدة ودي جزء من واحدة الاربعة ساكرز ومعهم ايه ومعهم الهوكس بتاعت الاسكوليكس اللي هم عبارة عن صفين من الهوكس وهناعرف شيء من تفاصيل عنا دلوقتي دي تفاصيل الهوك الواحدة بيبقى عبارة عن ايه زي ما يكون سكينة كده Ladle وحاجة بتقطع واحد Meta ويتمى بتقطع bir ده ولذلك شكلها ده مميز جدا للتمييز في حالة هنا صورة في منتهى الروعة بتقول لك على اللي احنا قلناه كله دلوقتي تلاقي في الصورة الاولى ايه تلاقي في داخل نفسها وداخلها في ايه وفي هذا الفليود محاط بايه محاط بثين ترانسيبيرانت من بريل وفي عندي pessoal ايه قال ايه wo 필ظ defender ده صورة ديه لما اخذ هذه صورة كده ستلاقي فيه اربعة ساكرز ولسه قيلين الروزتيلم ده عبارة صفين من ايه من او قادس صفين ايه صغير وكبير ايه وجب وليق وحدة كل واحدة الوحدة هتلاقي الاسمول هوا موجودة فوق هدي الاسمول واذي الايه? واللي تكل واحدة فيهم عبارة على هندل وإيه؟ هندل وبليد هندل وبليد طيب لما نرجي شوف الانت مرتب مصببكشن مش مميزة قوي في حالة المالد والسبكليكال انفكشن في الانترميدرات هست بتبقى الانفكشن ايه؟ يعني اه انفكشن بتبقى دايما مالد وسبكليكال مفيش أعراض واضحة ولكن في حالة المدريت والهيفي انفستيشن ممكن يبقى فيه لصف أبيطايت ديبريشن ويكنيس ديكا أنت مورتم انسبيكشن أما نجي نشوف البوست مورتم انسبيكشن عادة بيبقى كله سيستات سيستات ماشي فتلاقي السيست موجودة على الليفر والأثر أورجنز أو على التيشوز أو على الميزنتري أو على البروتينية مقرمت زي ما انت شايف كده موجودة في الليفر ماشي وموجودة على السيرفز بتاع موجودة في الليفر ودي سيست واللونج سيك نيك بتاعتها ماشي ونسكوليكس بتاعها تمام سيستاتكتين منها اللي هو فيابول ومنها اللي هو إيه كلسيفايد تمام موجود برضو كله ده في الليفر بتاع السيست موجودة على الليفر هنا مثلا بلاقي برضو وهنا بقى النقطة دية كلها بتمثل من بتمثل السكوليسز اهي البروتو سكوليس كلي دي بروته سكوليس لما انكبرها تحت الميكروسكوب بتلاقي اربعة ساكرز ومعاهم الايه? ومعاهم الورستلم. الورستلم ده اللي هو عبارة عن ايه? صفين من الهوكس. صفين من الهوكس. وكل صف فيهم فيه السمول وفيه الايه? وفيه الارج. وكل هوك عبارة عن بليد وايه? بليد وهندل. تمام? طيب. كمان مش موجودة في الورجنز بس. لا موجودة في الايه? في الابدومينال وال او في البروتينيوم. في الاسمول روميناس. كل الاشكال اللي انت شايف هاديا? عندنا اهيه. كل ده فين? في البروتينيوم. كل ده في البروتينيوم اللي هو الول بتاع الابدومين. او كل ده في البروتينيوم. تمام? كمان في البروتينيوم الكافيتي ممكن يكون اه 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 من اليوليوش فليوود زي ما انت شايف. ووتاقي فيها وعايم فيها العديد من الايه? من السستات. اهي. كل دي سستس عايمة في الفليوود في داخل الابدومين الايه? في داخل البروتينيوم الكافيتي. في داخل البروتينيوم كذلك بتبقى موجودة في اللي هو الجزء من اللي هو بيحوط اللي بيحوط اللي ايه فموجود في ماشي? وده في ماشي? وهنا برضو في وهنا كسير واجه ماسف في في وكذلك في اللي هي الجزء من اللي بيحوط بالايه? بالانتستن وبيعلق تمام? هو ده من ايه? موجود ايه? موجود موجودة في تمام? هنا موجود في ايضا يعني هنقولنا البيج بتصاب موجود في السروزة بتاع الايه? في السروزة بتاع البيج ماشي? ودي تبعا بتاع الحوكس ولسا ايلين? دي صغيرة ماشي? وهي هي لما كبرناها تمام? او تلاقي برضو مش بس موجود في في ده ممكن تبقى موجودة كمان في غير موجودة في الايه? موجودة في وموجودة في في هنا هي بتاعتها اللي احنا اتكلمنا عليه كذلك بتبقى موجودة في الديفرام ايضا ده في البيج كذلك برضو نكمل في البيج جتلاقي اي و بي موجودين في او موجودة على في او بي اما في الدي اه في خلينا في سي الاول موجود عند الـ viable system لما بنحطها في الماء السخنة بيحصل لها ايه بيحصل ان الـ evagination او دي لما حطناها في الماء السخنة حصل evagination لـ evagination لـ scolics زي ما انت شايف كده وعند long neck with single scolics موجودة بضوات حاجة تمام كذلك بتبقى موجودة في الـ زي الصورة دي دي موجودة في الـ كل ده في كذلك لما نيجي بقى نشوفها بالتفصيل تحت الميكروسكوب بنلاقي الإيه بنلاقي الـ الـ 4 sacros والإيه والـ double crown إيه هوكس طيب بلاقي ايضا في الاسمور رومنانس لما بتبقى موجودة وrelated للسيروزة بتاع السيست للسيروزة بتاع الليفر لما يكون related للسيروزة بتاع الليفر يسموها احيانا غير cystic circustinoculus ممكن يقول عليها cystic circustinoculus وتلاقي بعض البحاس وبعض الكتب بتسميها بتسميها visceral cystic circustinoculus visceral cystic circustinoculus هنا نفس الكلام برضو ولكن هنا بيميز لي بين ادي واحدة viable و ادي واحدة ايه degenerated اهي دي برضو عشان تدخل بالك الفرق من ال viable لل degenerated طبعا ال viable الفيليوود واضح وهي transibera انتو كلام غير كده بتبقى ايه بتبقى degenerated او calcified طيب هنا نفس الكلام بس في اللنج في السيروزة برضو في السيروزة اهو موجودة في الكابسول بتاع ايه في الكابسول بتاع اللنج اهو في الشيب تمام ومتصلة باللونج thickening بتاعتها وهنا ايضا موجودة واحدة برضو هي بس degenerated موجودة واحدة في اللنج بس ايه degenerated تمام وزي ما احنا قلنا مدام متصلة بالسيروزة بتاع الارجن بنسميها لا اما visceral cysticercosis او نسميها cysticercosis tenaculis هنا انا ننتقل لنقطة مهمة جدا الماثف infestation بتاديك صورة مختلفة في الارجن نفس هنشوف الصور المختلفة دلوقتي فمثلا انا عندي هنا ماثف infestation في الارجن زوان تمام خصوصا للليفر هنا ماثف infestation برضو في الليفر تمام جديد كل دول متجمعين من البروتينية ويلاقي بعضهم فيهم البروتروجن بتاع السكوليكس بعضهم في البروتروجن بتاع السكوليكس هنا ماثف بس في الويلد بور ماثف بس في الويلد ايه في الويلد بور واد الليفر اهو قدام اكوان فيه ماثف ايه ماثف infestation طيب الماثف infestation غير في الليفر زي اللي بتعمله الفاشيولياسس الاقي هنا مس على سبيل المثال من كل ده اسمه بيه اسمه بلوت تنجد ايه فايبرين ومعاها كبان السستات موجودة السستات ايه موجودة بعد هزي السستات تهرب وتروح في ايه وتوصل لي السرروزة او تروح للبلورة الفيسر البلورة بتاع بتاع اللنج بتاع الايه اللنج ده في حالة الماثف بس كده لا ده مميزة جدا هتعرفها وهتشوفها ان بيعمل هوموراجيك ميجريشن روتس بيعمل هوموراجيك ميجريشن روتس كان بيوبزيرفت في الليفر برينكيما زي ما انت شايف كده في الصورة رقم واحد تلاقي دارك ريدش ها دارك ريدش تيوبيلر هوموراجيك تراك على السيرفز بتاع الليفر كل دي تراك نتيجة اللارفيل اللي بتهاجر وبتمشي خلال الليفر اما الصورة التانية بتبقى فيه اكبر من دي شوية وفي نفس الوقت فيه بعض الترانسيبيرنت لسه موجود ايضا صورة اخرى هنا مثلا فيه تلاقي فيه بيراكيوت هباتايتس سيستي سيستي سيركوزا بيسموها كده في حالة بيراكيوت هباتايتس سيستي سيركوزا تلاقي فيه تروماتايز ليفر تلاقي تروماتايز نتيجة هجرة الليفر اللارفيل جواه بيبقى فيه موجودة وفي نفس الوقت فيه اللي بتشير اليها الهيدروز دي بعض السيستات لسه موجودة ولكن فيه بس كده تلاقي فيه العديد من السيستات موجودة اللي هي اصلا بتعمل موجودة في البرينك بتاع الليفر دي صورة تانية لنفس لنفس عملية الميجريشن تلاقي هباتايتس سيستي سيركوزا صورة اخرى ودي صورة اخرى برضو للهباتايتس سيستي سيركوزا تلاقي مالتي فوكل نيومرس موجودة في الليفر العملية مش متوقفة على الليفر كمان بتوصل للنج ويبقى في اللنج فيها لامب هنا اللنج بتاعت اللامب مثلا فيها مالتي فوكل هيموريجز فيها هيموراجيك ستريكس كل دول جايها نتيجة نتيجة الارف في اللنج هي الاخر حكمنا ايه في هذا الدزيز الكاركس افكتد بالسيستي سيركا ستيني كوليس أبروفد ولكن بشرط الافكتد اعمل لها تمام وفي نفس الوقت لو عندي اي سيروزة مصابة لابد ان انا اعمل ستريبنج لهذه السيروزة يبقى لو انا عندي الارجن سليم والسيروزة مصابة اعمل ستريبنج السيروزة الارجن مليان بقى مليان ستس وفيه ميجريشن وكلام ده اعدمه لكن الكاركس ابروفد طيب بالنسبة للديفرينشيال الدياجنوزيز ممكن مع السيست سيركاس بوفس ممكن مع السيست سيركاس سيلولوز في البيج ممكن مع الهايدات سيست ممكن مع الكارسيفايد تي بي ليجنز عموما اللي هي تيوبركالس ليجنز ايه عموما ده اهم حاجة فيه انه مش زونوتك الحاجة التانية انه هو تأثيراته برضو الاقتصادية يعني لحد ما بتتوقف على مدى الاعدامات بتاعت الورجنز المصابقة كل ما بتعدم اورجنز كتير كل ما بيهضر في الايه في الكاركس عندك لكنه ننزلوتك تماما بالنسبة للانسان ولكن القصة كلها في الكوندامنيشن of the affected organs and affected ايه سيروزا اللي موجودة في الايه في او الوول بتاع الابدومن او غيره او الميزينتري هي القصة كلها في النقطة دي فقط شكرا جزيلا ونلقاكم ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته